السؤال اللي بعد كده سؤال من حساب حسن عاشور أنا عندي سؤال أنا لي أختي الصغيرة هي اللي أطعتنا بدون أي شيء وإحنا أربعة إخوات غيرها أطعتنا كلنا وإحنا علينا ذنب وجزاك الله خير أنتوا معلكمش ذنب إن هي أطعتكم ده فعلها هو والإنسان لا يحاسب إلا على فعله هو ولا تزر وزيرة وزر أخرى يبقى هي المحاسبة على أن هي عملت هذا الوزر اللي هو القطيعة لأن الرحم سجدت تحت عرش الرحمن وتعلقت قالت هذا مقام لا إذ بك فمولانا سبحانه وتعالى رح مكلم الرحم وقال له ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك آه لا دي معصية معصية وكبيرة اللي هو قطع الرحم ولكن 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 أنت مش مسؤول عن اللي عملته أختك بس مسؤول أن أنت تكون من أهل لصلة الرحم وصلة الرحم مش المكافأة زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافأ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها فحضرت النبي بيكلمك أنت بيكلمك أنت وأخوتك الأربعة أن أنت توصل أختكم وخلوا بالكم دي بنت ممكن تضيع لازم تفضلهم حاجين عليها حتى كرامة لأبيك وأمك كرامة للأمن اللي رضعتوه مع بعض كرامة للمحبة كرامة للتربية اللي تربطوها مع بعض ولذلك أنت واجب عليك أن أنت توصلها وعد يقول لي والله ما بقدرش أبو أبو الصلاة على الأقل أن تتصب بها تحس أن هي في حد بيصون العشرة في حد بيراعي كمان الحرمات حرمة الرحم دي فلذلك أنت تواصل مع أنت وأخواتك بالقدر اللي تستطيع وأحد يقول لي لا أنا ما بقدرش أتواصل مع أقل حاجة تتواصل عشان عشان أنت إيه ولو باتصال بالهاتف عشان إيه عشان أنت بقى واصل لرحمك إيه وعا تعمل بقى تقول لي أنت أقول تبقى أنتصل بالتليفون ويكون عندك طاقة وعندك صبر وعندك محبة لوليديك وعندك محبة لله ورسوله وبعد كده تقتصر على الاتصال لا أنت كده زاهد في الخير زاهد في المحبة زاهد في القرب من الله اتصل مش علشانها اتصل عشان قلبك يلين فبما رحمة من الله لنت له آه يبقى عايز قلبك يلين تواصل ولين مش هتكون أكتر من حضرته صلى الله عليه وسلم حضرته علمنا النبراس مهما أزاك الناس مهما أزاك إليك الناس تعمل إيه تستمر على حبك لله ورسوله بأن أنت تكون لين مع الناس فمن بالك بقى إذا كانت أهل رحمك فلازم تكون معهم لي ترجمة نانسي قنقر